موسيقى تعاون صيني روسي مكثف ازداد خلال الفترة الماضية تويجا بزيارة الرئيس الصيني شي جينج بينج لروسيا وسط اتهامات غربية الليبكين بدعم روسيا عسكريا في مواجهة أوكرانيا بشكل غير محدود فيما يرى جانب آخر أن الهدف من دخول الصين على خط الصراع الروسي الأوكراني هو اختبار قوتها العسكرية خاصة وأن المجمع الصناعي العسكري الناشئ في الصين يبحث عن فرص لإجراء تقييم دقيق لأنظمة أسلحته الجديدة موسيقى موسيقى على مدار عام فقد الجيش الروسي ما يقدر بمائتي ألف رجل ونحو تسعين في المائة من مدرعاته الثقيلة بما في ذلك خمسون في المائة من أسطول دباباته قبل الحرب حكم الخسائر أرغم الروس على سحب دبابات تي أربع وخمسين وتي خمسة وخمسين التي تعود إلى حقبة الخمسينيات من المخازن لاستخدامها في الصراع الأوكراني وهي علامة واضحة على أن القوات الروسية تعاني من نقص خطير في المدرعات الثقيلة مطالبات كثيرة قدمتها روسيا إلى الصين لتزويدها بأسلحة لدعم حملاتها العسكرية في أوكرانيا إلا أن الموقف الرسمي لبكين يتمثل في استعدادها تزويد موسكو بالمساعدات غير الفتكة مثل الخوزات والمواد ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات تكهنات كثيرة بزيادة بكين دعمها العسكري لأوكرانيا الفترة المقبلة بعد قمة شيء مع بوتن في موسكو على الجانب الآخر تستعد واشنطن للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليارين وستمائة مليون دولار اليوم بعد أن بلغت قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية ثلاثين مليار دولار في الوقت الذي يحضر أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل اليوم وغدا إذ سيلتقي مسؤول السياسة الخارجية بالانتحاد الأوروبي ونائب الرئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وتبقى علامة الغرب بالصين محط أنظار الكثيرين ممن يرون أن هناك تصعيدا سيشهده العالم الشهور المقبلة إذ سيزداد التوتر نتيجة زيادة عمليات التسليح وما يزيد الأمور ريبة أن قادة أوروبا سيزور الصين خلال الشهر الجاري فهل تفلح محاولاتهم في إبعاد بكين عن دعم موسكو؟